السلام عليكم اليوم لدي عدة كروت للتصليح والبداية بكرت الار ايكس تالو سبعمية ايكس دي من اكسافاكس كالعادة والمشكلة فيه هي تحول الشاشة الى سوداء بعد مدة من الاستعمال وحسب كلام صاحب الكرت فقد قام في فتحه فوجد انه تم التسخين عليه من قبل مع ان منصق الضمان موجود عليه وظاهر انه من اكسافاكس والسبب هذا تكلمت عليه عدة مرات في السابق فهذه الكروت تم تصليحها من قبل وإعادة بيعها في عدة دول لهذا تصنف هذه الكروت على انها معادة تصنيح وهذا الشيء قد يتم من الشركة نفسها او اشخاص اخرين لكن للأسف البعض لا يفهم كلامه ويأتي يعلق بهذا الشكل ربما للأسف لانه لا يستخدم جزء المطلوب في جسمه للتفكير وعلى كل حال فحصل الجهود التي تختفي اثناء حدود المشكل فوجدت ان الصفة سي 75 فولت تنقص القيمة الخاصة بها بشكل كبير مع ان جهد التفعيل الداخل للشريحة لا يختفي لهذا غيرتها كأول خطوة ثم جربت الكرت مرة اخرى لكن هذه المرة بقية يظهر مشكل اخر وهو ان الكرت يعيد التشغيل بمجرد الوصول لشاشة الويندوز وفي بعض الاحيان يعمل لكن بنفس المشكل السابق لهذا انتقلت للقيام بعملية الريبا للقلب لانه قد تم التسخين عليه من قبل وعملت الكرت لمدة ثلاثة اشهر بعدها وبعد الانتهاء جرات الكرت وظهرت الصورة بشكل عادي فكنت بتجريب الكرت مرة اخرى لكن بقيها نفس المشكل السابق وهذه المرة بدون اختفاء الصفة سي 75 فولت وهذا قد يعني ان الكرت لديها عدة مشاكل اخرى وكنت بالصاق المبرمج لارى الاخطاء فوجدت ان جهد القلب يصل بعد مدة مع ان جهد التفعيل الخاص به كذلك يبقى ثابت فغيرته هو وبعض القطع الاخرى التي لديها علاقة به وكما يظهر في الاكسادة تحيط به وبنسبة كبيرة فهي سبب كل هذه المشاكل وبعد تغيير القطع جربت الكرت لمدة طويلة جدا ايضا وصل اختبار فيماك لاكتر من ساعة ولم يحدث اي مشكل اخر وفي الاول كانت تعمل الكرت فقط لعشرين دقيقة كاكتر شيء بالتأكيد ساجرب الكرت اكتر لكن ستعد الكرت في الوقت لحالي انها صلحت وثاني كرت لدينا اليوم هي الاتيكس 3600 تي ايمين كينوارد والمشكلة في هذه الكرت شائعة وهي احتواؤها على الفيرام من نوع هاينيكس وقد تحدثت عنها عدة مرات في السابق لكن ارسل نشر مرة اخرى عنه كي يراها المشاهدون جذوك هي تحتاج هذه الكروت الى تغيير كل الفيرام عليها وفي الغالب اغير هذه الفيرام بواحدة من نوع مايكرون او سامسونج حسب سعر القطع وجود الخاصة بها وبعد انتهاء جربت الكرت وطهر كل شيء فيها جيد وقد لاحت ان حرارة الكرت منخفضة ب3 الى 4 درجات عن كروت التي تشبيهها والسبب قد يكون استخدام فيرام اسرع من الاصلية وهذا قد يجعلها تعمل بحرارة اقل لكن لا استطيع ان اؤكد هذا الشيء لان الامر يحتاج لتجارب كثيرة واخر كرت معنا اليوم هو الRTX2080TiMPNY ويظهر انه تضرر بشكل كبير ربما بسبب الشحن او يمكن انه سقط والمشكلة فيه هي ظهور ارتفاكت على الشاشة فقنت اول شيء باختبار الفيرام الذي اعطى خطأ في الفيرام E1 ففتحت الكرت تاليا فوجدت انه تم التسقين على هذه الفيرام فنزعتها تاليا وفحصت البنات الخاصة بها وهذا كي اتأكد ان كانت متصلة مع القلب وظهر كل شيء في الاخير انه جيد فوضعت فيرام اخرى وقنت بتلحيمها وبعد الانتهاء قنت باختبار الفيرام العادي واختبار الضغط وكل شيء مرة بشكل عادي لكن عند الدخول الى الويندوز وجدت ان الكرت تعمل على 8 مصارات للPCIe وليس 16 ففحصتها اكثر فوجدت ان احد المكثفات منتزعة وهي مهمة جدا فصلحت المكان المتضرر الخاص بها وقنت بوضع مكثف اخر وبعد الانتهاء جربت الكرت اكثر تحت الضغط ومر كل شيء بشكل جيد وهذه الكرت معروف عنها الحرارة العالية خاصة هذه النسخة السيئة في التبريد لهذا فلا يمكن فعل كثير لها سوى الاندرفولتينج وفي الاخير ان اعجبك هذا الفيديو فلا تنسى دعمنا باللايك واشتراك سلام uh 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 oh uh 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 اشتركوا في القناة